موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع وكالة أكي لإيطالية حيث نشرت بيانا تحت عنوان الاتحاد الأوروبي لا سلام بسوريا في ظل حكم الأسد حيث عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قناعة دولهم بأن لا إمكانية لتحقيق السلام في سوريا في ظل القيادة الحالية وما لم يتم تلبية كافة تطلعات الشعب السوري جاء هذا في إطار البيان الصادر عن الوزراء والذي استعرض العمل الأوروبي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي للقضية السورية وقالوا يجب أن يتم الشروع بمفاوضات جدية تؤدي في الأول من آب القادم إلى مرحلة جديدة تشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحية التنفيذية حسب البيان وتعهد الوزراء بالاستمرار في دعم المعارضة السورية المعتدرة خاصة الهيئة العليا للمفاوضات كما أشاروا إلى أنه يتعين الاستمرار في مفاوضات ذات مصداقية وجدية وتأمين إنجاح عملية جينيب وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة كما جاء في البيان ويأتي الكلام عن الهيئة العليا للمفاوضات انطلاقا من قناعة الأوروبيين بأن الهيئة المكلفة بالتفاوض في جينيف والتي تم الاتفاق على تشكيلها بعد مؤتمر الرياض ويتعارض هذا الكلام مع ما جاء سابقا في تصريحات معارضين سوريين ومفادها أن بروكسل تعتقد أن الهيئة العليا للمفاوضات هي من يمثل الشعب السوري بينما تعتبر بأنها المعنية بمفاوضات جينيف حسب مصادر أوروبية مطلعة وبالانتقال إلى موقع تركبريس نقرأ مقالة لمصطفى حامد أغلو بعنوان أردوغان داود أغلو بن علي الدرم رأى فيه الكاتب بأن ثلاثة رسائل هامة برأيه الرسالة الأولى رسالة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الرسالة تم الاستماع لها وقوفا على الأقدام وهي تعتبر وقد أكد أردوغان على ارتباطه الروحي مع حزب العدالة والتنبية رغم صعوده لمنصب الحيادية في رئاسة الجمهورية في رسالته ووضع أمام المؤتمر مهمتين أساسيتين هما تغيير الدستور والنظام الرئاسي وهذا يتطلب قيادة جديدة تؤمن بها وتتملك الحماس والرغبة والجرأة في تنفيذها وربما طباط قيادة داود أغلو بهذا الأمر كان من أهم الأسباب التي دعت لهذا التغيير والتخلي عنه أما الرسالة الثانية هي كلمة الرئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أغلو كانت كلمة مليئة بالعتاب بدون التجريح والاتهام طالب بالوفاء ولم يقبل الفشل أكد أنه حافظ على ذلك وكان وفيا لكل من رئيس الجمهورية والعدالة والتنمية والبلد والشعب وطلب الحضور بأن يكون شاهدا على كل كلامه هذا الخلاصة لقد كنت وفيا ولم أكن فاشلا وهذا المؤتمر ظلم بحقي وسأنتظر الإنصف من الحزب لاحقا أما رسالة الثالثة كلمة رئيس الحزب ورئيس الوزراء الجديد بن علي يلدرم لم يكن ناجحا في خطابه وبح صوته لولا إسعافه من قبل الدكتورة سارة داود أغلو أكد منذ البداية ارتباطه بالرئيس أردوغان وأقسم على أن يكون على نهج القائد أن لا يحيد عنه حدد الهدف الأساسي للفترة القادمة النظام الرئاسي وتغيير الدستور الخلاصة أن أنا قد لا أجيد الخطابة وصوتي لم يساعدني في ذلك لكنني أجيد الإنجاز والبناء ولن يكون هناك أي تعارض مع كلام الرئيس بعد اليوم وربما هذه هي خلاصة المؤتمر وملامح المرحلة القادمة رئيس يدير البلاد سياسيا ومهندس يقوم بالإنجازات عمليا ونقرأ في صحيفة يني شفق مقالة لكمال أوستورك بعنوان ما رأته عينايا في أنقرة أعتقد بأنكم ستندهشون وأشار فيه الكاتب إلى أنه يعرف رئيس الوزراء الجديد منذ زمن طويل وبأنه سيكون رئيس وزراء يندهش منه الجميع فهو عكس من جميع الانتقادات السلبية التي توجهت إله من صوته المنخفض وصاحب كاريزما منخفضة وله مشكلة في الخطاب وسيعمل لأجل أردوغان إلى آخره إن كل من صفات السيد بن علي يردم من كلامه البطيء الذي سيؤدي إلى سهولة فهمنا له ومرحه إلى شعبيته واجتهاده في أعمال إلى أعماله الناجحة وطبعه الهادئ إلى تليين الأحداث وولائه لأردوغان إلى مصلحة البلد قد لا يكون بن علي شخص يهيج الشعب بأسلوب خطابه ولكنه سيكون رئيس يعمل بجد سيفاجأ الجميع فقط بكونه كما هو وكما أعرفه أنا من دون أي تصنع ويضيف الكاتب إن قيادة حزب العدالة والتنمية عاشت أسوأ فتراتها بين تاريخي 21-22 أيار وقتها النظام كان بطيء وجامد ولقد كنت قلق جدا أما الآن ففي فترة السيد بن علي سيبدأ تفعيل النظام وسيسرع ويكمل طريقه من حيث ما بقي على الجميع من هذه اللحظة الإنتاج والاجتهاد والعمل المكثف والكادر السياسي سيتفاجأ بقائد صوته منخفض ولكنه مرين وسريع العمل ولم يعد أي حجة للإدارة المزدوجة ولا مكان لمن لن يعمل شهدنا المهندس بن علي كونه وزير المواصلات بمشارعه التقنية والفنية وسنشهده أيضا بمشارعه العظيمة في فترة رئاسته سيقدم السياسة العملية على السياسة النقاشية فبذلك لن يجد الإعلام لمواضع النقاش والجدال وكل ذلك سيؤدي إلى العيش في فترة أهدى وأيضا سنشهد لأردوغان توجهه إلى السياسة الخارجية وعدم متبعته للسياسة والأحدث الداخلية وهذا الوضع أيضا سيؤدي إلى انخفاض النقاش والتوتر برأيي هناك تطورات إيجابية كثيرة سنتفاجأ جميعنا بها إن أخطأت في توقعاتي فالله المستعان على ما سنراه وإن أصبت فلا تستكثر علي مقالة باسم لقد قلت لكم ونقرأ في صحيفة القدس العربي تحقيقا لأنور مشاعر بعنوان الجراد والحشرات وباء يغزو شمال سوريا ويهدد الأمن الغذائي جاء فيه في بداية الشهر الثالث تنبه فريق وقاية النباتات في مكتب التعاون الزراعي في محافظة إدلب وعبر جولات حقلية تشخيصية وبدراسة معمقة لدينماكية مجتمع الأفات الزراعية في معهد التكنولوجيا الزراعية في المحافظة إلى أن الجراد والنطاطات وحشرات السونا ستتحول الإصابة بها إلى حالة وبائية تهدد الأمن الغذائي في شمال سوريا وإدلب الخضراء وبيّن الدكتور خالد الحسن مدير مكتب التعاون الزراعي ومديرية الزراعة في إدلب وجود مؤشرات هامة على تطور هذه الأفات وتهديدها الخطير للأمن الغذائي رافعا بذلك تقريرا فنيا مرفقا بصور وبيانات وإحصائيات عن مواقع تعتبر بؤار إصابة شديدة وتلقى المكتب الدولي للتعاون الزراعي في غزع التاب في تركيا تلك التقارير وباهتمام تابع هذا التطور الوبائي المفاجئ لهذه الآفات ويقول الدكتور عبد السلام حاج حامد بودير مكتب التعاون الدولي الزراعي إن آفة الجراد والنططات هي حشرات حرشفية الأجنحة ذات الفم القارد والتطور الناقص شديدة الخطورة وتتغذى على الأجزاء نباتية الخضراء للمحاصيل الزراعية وقد لحظت الإصابة بشدة في نباتات البقوليات كالبيقية والعدس والحمص والجلبان والنباتات الحبية ورعوية والمحاصيل النجيلية كالقمح والشعير والأعشاب على أطراف الحقول والمحاصيل الورقية الخضرية كالخس والسبانق والسلق والملفوف وغيرها وبينيس بإصابة كبيرة حيث وصل عدد الحشرات بالمتر المربع الواحد إلى 45 حشرة وبالتالي تسببت الإصابة بفقدان كبير في هذه المحاصيل الاستراتيجية وسوء رداءة نوعيتها وانخفاض كبير في إنتاجيتها تروح ما بين الـ 25 إلى الـ 30% حسب بعض التقديرات الإحصائية وأشار الدكتور حج حامد إلى أن المكتب يحاول بذل أقصى ما يمكن عبر التعاون مع مجموعة من المانحين حيث يجب القيام بمكافحة هذه الأفا وغيرها من الأفات التي انتشرت خلال السنوات الثلاث السابقة بطريقة وبائية وذلك عبر تجهيز وحدة وقاية النباتات والتدخل السريع في حين ناشد مدير عام الزراعة الجميع ضرورة تضافر جهود المانحين والعاملين في هذا القطاع من مؤسسات وهيئات ومنظمات للقيام بدعم برنامج وقاية النبات المتكامل بما يحقق أقصى مردود وإنتاج زراعي يعزز الأمن الغذائي في المناطق المحررة في سوريا وينهض بالقطاع الزراعي واخدام حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال فيصل الطويل بعنوان أعواد الخيزران رمح الثورة قال فيه الكاتب إن كنت تزرع بذرة الخيزران فلن تنمو بعد عام ولن ترى لها أثرا بعد عامين أيضا بل وستظنها اختفت وذابت تحت الأرض في العام الثالث حتى تنسى أنك زرعت بذرة الخيزران في العام الرابع ولكن في العام الخامس تنتفض بذرة الخيزران لتخرج على وجه الأرض وبمقدار 24 سنتيمتر دفعة واحدة ثم تبدأ بالنمو الواثق تحت ضوء الشمس بمقدار متر يوميا فتكون بعد هذه السنوات جاهزة لتحدي الجفاف وللوقوف بوجه أعتى الرياح أعتقد أن أول ما يذهب إليه البال في هذه المعلومة هو حال الثورة السورية والتي واجهت عدوان نظام البراميل وتجوعه وحصاره وواجهت مؤامرات المجتمع الدولي على أهلها وواجهت احتلال قوات أجنبية لبلادها وتواجه اقتتال الأخوة وتشتتهم بعد أربع سنين من انتظار شجرة الخيزران وبعد أربع مواجهات خاضتها وتخوضها الثورة السورية وغيرها كثير من المواجهات الجانبية نعلم تماما كم أصبحت عميقة هذه الثورة فينا ولكن هل كانت ثوار فيها كشجرة الخيزران يدقون جذورهم ويحفرون الأنفاق مثلها فإذا اكتمل لديهم الانغراس والثبات شق الأرض صاعدين بثقة إلى سمائهم وحريتهم يقول العرب عن شجرة الخيزران إنها أعواد الرماح لأنها رفقتهم في كل حروبهم وسبقتهم منغارسة في صدر أعدائهم وكما أن الثورات لا تنتصر بالكلام ولا الدول تبنيها التصريحات فإن الأوطان ترتفع بمقدار ما نقدم لها من تضحيات لا بمقدار ما ننغمس في وحل المفاوضات والخلافات وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة وبمقدار ما ننغرس في باطن الأرض ثم نخرج بقوة نحو فضاء أحلامنا لقد فرضنا وجودنا بقوة صدقنا وحبنا ونحن جاهزون للعطاء والتضحية فلنكن رماح الثورة وإلا ذرتنا الرياح وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة